لديت زبح شوية حلوة بطريق مميزة تابعينا السلام عليكم رايح نتعرس اليوم على طريقه لديت زب بشكل حلوة لأحد السيدات من مقدونيا كوب حليب كوب ميا اسمع لقاس الكاش واسمع لي الجرام خمير حركي المكونة ننضيس الزب حوالي سنجان اهو نحرك المكونة دقيق اضيفه حوالي نصف كيو وكمال عليها نصف كوب ونبدأ بعجنا وبعدنا نطح في مكان اللي تتخمر نحضر الحشو عبارة عن طماط وفلفل حلو أحمر وأخضر قطع الكل من ربعات صغير سجئ ويمكن استبداله بتونة أو دجاج نتبر ضيب جاهز أخيرا مشروم ونخلط الكل مع بعض وفي هذا الوقت العجين اختمرت رايحا نبدأ نشكل سيا نقطع كرات ونخليها ترتاح خمس دقائق على الأقل طبعا هذه الخطوات ضرورية سميه أهلا بالجميع نفردها بصابعنا نضغط عليها من الوسط بدون الحوف بهذا الشكل نكرر الخطوات مع الكل ونضعها في القالب مدهون أو بورق زب بعيشة نكرر العملية زيمن تمشي فينا المات خلص العجين هنا تقريبا عملت 8 قطع ومنه ممكن أكثر على حسب طريقتك لتقطيع الكرات وفي القالب مستطيل بورق زبدة نضع القطع المفرودة نكرر العملية أو بورق زبدة عيشة نضع من صلص البيتزا وشوية من جبن شيدر وبعدنا خلط خضرة وأخيرها جبن شيدر أو مزريلة من فوق أصبح الآلاب جاهز ادخل إلى السر على طول نعم إلى فرن حيث يخبز عنده درجة مئتان درجة مئوية طريقة وهذا البيتزا ريحة تعجبك لأنه هشة طريقة خفيفة حذوب جدد بيتزا هشة طريقة بالهناء والشفاء تابعينا لكل جديد دمتم في حذ الله ورعايته أكيد بالهناء والشفاء تابعينا لمزيد من الأفكار شكراً على المشاهدة أتمنى أن يعلال أعجابكم هذا السيديو تابعينا وشكراً